في إطار حرص دبي على مشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة مع مختلف الدول الصديقة وقعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة خطاب التزام مع الإدارة العامة للجمارك في جمهورية دومونيكان للبدء في تطبيق نظام إدارة الجمارك رسميا والذي من شأنه تبسيط العمليات اللوجستية وتقليل الوقت والتكاليف للتجارة عبر الحدود تم توقيع الاتفاقية بحضور معالر كيلبينيا نائب رئيس جمهورية الدومونيكان وذلك بمقر معرض إكسبو 2020 دبي كجزء من أنشطة اليوم الوطني لجمهورية الدومونيكان في إكسبو حيث وقع الاتفاق السعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي وإدوارد سانزلوفاتون ممثلا عن الإدارة العامة للجمارك في الدومونيكان وشهد التوقيع عدد من مسؤولي الجاربين ترجمة نانسي قنقر